ايها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الرضا بما قضاه الله تبارك وتعالى للعبد يجلب السعادة ويجلب السكون والطمأنينة وما يصاب العبد بانزعاج في حياته والطراب في تفكيره إلا عندما ينظر إلى غيره عندما لا يرضى بقضاء الله وقدره تفكير عجيب لم نفهم بعد عن الله مراده لو أراد الله تبارك وتعالى أن يعطي الإنسان مسألته لأعطاه وقضى حاجته لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا ولكن الله عز وجل يقتر على بعض الناس ليس بخلا حشاه تبارك وتعالى ولكن لعلمه بحال العبد فالله يعلم ما يصلح العبد وما يفسده يعلم ما يقربه منه وما يبعده فرب نعمة أنعم الله بها على عبد فكانت سببا في وبال عليه كانت سببا في بعده عن ربه الإمام الحافظ الجليل ابن رجب ذكر أثرا بأن العبد إذا ما قام بتجارة يقول الله تبارك وتعالى لملائكته يا ملائكتي أفسدوا تجارة عبدي لأني لو يسرتها له لأدخلته جهنم هذا خطاب وبيان لحكمة الله تبارك وتعالى في المنع أحيانا كما أن للمنع حكمة فالعطاء أيضا له حكمته والعبد المؤمن ينظر إلى منع الله على أنه عين العطاء ينظر إلى حرمان الله له من بعض النعم على أنه رحمة بالعبد على أنه ربط بأحواله أو ربط أحواله بالدار الآخرة كثير من شبابنا إذا ما فشل في أمر من أمور حياته نظر إلى الفشل ونظر إلى سلب هذه النعمة ولم ينظر إلى النعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليه نظر إلى أن هذا الأمر كأن الحياة توقفت عنده ولم ينظر إلى أن هناك نعما كثيرة يستطيع أن ينعم بها فتجد بعض الشباب عن جهل وعن عدم تفكير في عاقبة ما يفعلون والله هو عقوق وإدخال حزن على أحبابهم ربما يلجأون إلى إذاء أبدانهم ربما يلجأ الواحد إلى الانتحار أو تلجأ الفتاة إلى إهلاك نفسها كيف ذلك؟ وهذا بناء بناه الله عز وجل وهذا بناء أنعم الله تبارك وتعالى عليه وكرمه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أنعم الله عليك بنعم كثيرة فلا تجعل الحياة تقف عند فقد نعمة من النعم كم من فشل في أمر من الأمور ولكن بصبره وفقه الله تبارك وتعالى إلى نجاح كبير ورأينا من الشباب من لم يكمل دراسته تعثر كثيرا فيها وربما رأى أنه لن يفلح فيها فلجأ إلى تجارة فصار من كبار التجار ومنهم من لجأ إلى صناعة ومهنة فصار من أصحاب المصانع هكذا العبد لا يكون تفكيره ضيقا ولا يكون تفكيره معوجا ينظر إلى ما يصلح شأنه وحاله ينظر إلى أمره إن أخذ الله تبارك وتعالى شيئا فقد أعطى أشياء إن سلب الله تبارك وتعالى نعمة فكم منح بنعم العبد دائما لا ينبغي أن ينظر تحت قدميه وإنما ينظر إلى أن عطاء الله تبارك وتعالى رحمة كما أن المنع منه سبحانه وتعالى هو عين الرحمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يغير أحوالنا إلى أحسن أحوال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته